اشتركوا في القناة وطن الإيرادات بعقد ورشة عمل الدفعة الرابعة من المعينين أو المعنيين في قطاع بيع التجزئة والجملة بهدف تعريفهم بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة المضافة والسياسات الخاصة بهذا القطاع وضمان تطبيقها بصورة صحيحة وخلال الورشة تم إطلاع 48 ممثلا عن 36 شركة بيع بالتجزئة والجملة على التجربة الافتراضية التي يوفرها مركز العرض والتي تعتمد على أساليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة المعرفة لمساعدتهم في تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة وتقديم كافة المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية وخاصة ما تتطلبه هذه القطاعات من جوانب فنية ونوه الجهاز الوطني لإرادات بمدى أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المرحلة التجريبية للانطلاق بالقيمة المضافة وزيادة وعي وإلمام الشركات المسجلة لأغراض القيمة المضافة بالجوانب الفنية والإجرائية لها خاصة مع اقتراب موعد تسجيل الشركات التي تبلغ أو متوقعا تبلغ توريداتها السنوية بين 500 ألف وخمسة ملايين دينار بحرينية في شهر يونيو المقبل